الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله المسارعة إلى الخيرات الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين طلب الله سبحانه وتعالى منا المسارعة إلى الخيرات وفي سورة الحديد طلب منا الله سبحانه وتعالى المسابقة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم طلب الله في الأولى المسارعة في سورة آل عمران وفي الآية الثانية المسابقة وما بين المسارعة والمسابقة خير في خير في خير فالمسلم حري به أن يتسابق وأن يتسارع وأن يتنافس إلى الخيرات وقد طلب الله عز وجل من المسارعة إلى الخيرات وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه إلى المسارعة والتفاعل في الخير وفي الوصول إلى الله رب العالمين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتذكر شيئا من الصدقة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى بيوت أزواجه وتصدق بالشيء الذي كان في بيته وسأله الصحابة عن سبب سرعته فأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن شيئا من الصدقة كان في بيته صلى الله عليه وسلم فكره أن يتركه إلى وقت آخر وبادر صلى الله عليه وسلم في إخراج الصدقة علم النبي ذلك أصحابه فهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كان له شيء من البستان والحضيقة والنباتات باضر في إخراجها لله رب العالمين وهذا عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه وعرضاه لما كان في غزوة بدر الكبرى وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالجنة وكان في يده تمرة يأكل منها وشيئا من الفاكهة يأكلها قال بخن بخن إن اشت إلى أكل هذه التمرات لهي حياة طويلة واستشهد رضي الله تعالى عنه في سبيل الله وهذا أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه كان له بستان أيضا هو الآخر نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون بادر إلى بستانه وقال لزوجته يا أمة الدحداح يا أمة الدحداح قد أوقفته لله رب العالمين وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتسابقون ويتسارعون لا في أمور الدنيا ولكن في أمور الآخرة كانوا يتسابقون ويتنافسون على الوصول إلى طريق الله المستقيم كانوا يتسابقون ويتسارعون إلى القرب من الله عز وجل ولذلك حري بالمسلم الحق أن يتسابق وأن يتسارع في الخيرات التي تقربه وتوصله إلى الله رب العالمين حري بالمسلم الحق أن يتسارع في أمور الآخرة وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ذلك يتسابقون يأتي سيدنا أبو بكر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من أصبح منكم صائما فيقول الصديق الأكبر أنا يا رسول الله من عاد منكم مريضا فيقول أنا يا رسول الله من اتبع منكم جنازة فيقول أنا يا رسول الله من أطعم اليوم بسكينا فيقول أنا يا رسول الله فيقول سيدنا رسول الله ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة تسابقوا إلى الله وتسارعوا إلى الخيرات فهي طريق إلى الجنة وطريق للقرب من الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته